اهلا بحضراتكو عاملين ايه مبارح بالليل لقيت النوتيفكيشن بتاعت التليفون فلقيت خبر اظنه مؤسف للكل وصعب على الكل وحزين على الكل وبالذات الجيل بتاعي واللي اكبر مني شويتين واحد من اهم ايقونات جيل التسعينات في الاغنية المصرية والعربية علاء عبدالخالق رحمة الله عليه الله يرحمه يا رب علاء عبدالخالق اللي الكل كان دائما من اللحظة الاولى وحتى وفاته الله يرحمه يثني عليه وعلى اخلاقه وعلى انسانيته علاء عبدالخالق لحد يمكن اللحظة الاخيرة طول الوقت هو عاوز الاخرين في حالة سعادة يعني تعارف يمكن كان قريب في زفاف بنته والله يرحمه يا رب كان المفروض انه هو يعمل عملية في عينه واصر انه ما يعملش العملية دي خالص لحد ما بنته تتجوز والفرح يخلص وبعدين يبقى يشوف ايه اللي ممكن يتعمل طبعا هو كان عنده جلطة في المخ الله يرحمه يا رب كان بيعاني منها جامد وكتير فعلا واحد من اروع ومن اجمل الناس اللي كان ممكن تقابلهم في حياتك وكان عنده عزوبة في اخلاقه زي العزوبة اللي كانت موجودة طول الوقت في صوته في كلمات الاغاني اللي كان بيغنيها وحقيق يعني التسعينات والجيل بتاعنا احنا حسينا بالفقد فما بالكم بزملاءه ورفاق المشوار احنا بنتكلم على بداية علاء عبدالخالق مع الله يرحمه يا رب الموسيقار الكبير والعظيم عمار الشريعي وفرقة المصريين اللي خرجت لنا الفرقة كلها نجوم حتى لما استقلوا كل واحد بدأ مشروعه المنفرد لو صح تعبير المشروع المنفرد اللي ما ما اظنش انه بينفصل عن مشروع جيل كامل في التسعينات طالما امتعونا ودلنا رصيد غنائي مهم جدا ورصيد من الشعر الغنائي فعلا كان جميل وكان بيعبر عن هذا الجيل الله يرحمه وشيعت جنازة علاء عبدالخالق ايقونة من ايقونات جيل التسعينات الجميل رحمة الله عليه الف رحمة ونور والعزة بكرة بالمناسبة هيبقى تأكيد بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد يعني اللي يحب يروح يقدم واجب العزة اتمنى انه يروح واعتقد انه ممكن يبقى فيه جيل كامل موجود هناك مش بنتكلم هنا على جيل بس من مطربين وصنع موسيقى التسعينات انا بعتقد جيل من المستمعين وارد جدا انه يكونوا حابين يروحوا يشاركوا فيه تقديم واجب العزة لانه علاء عبدالخالق مش فقيد اسرته بس لا هو فقيد لجيل بالكامل وفقيد لصناعة غنائية كانت شديدة الاهمية